السلام عليكم و한حمد الله وبركاته شرح 3 محاضرة علققية هذه المحاضرة والمحاضرة duele هي من أهم المحاضرات التي قبص تى انهم غالبية في الغالب علىiel الم deu أتمنى انك واتكس فيها وحتى المعلومات الزيادة تفهمها عشان تساعدك في فهم وحفظ كمية لها ولها لكن هادل لان هنشرح طويل شوي فادعمني بضايك وسبسكيب وكتب لي كومنت حلو لان ده بيساعدني ان انا نكمل وبس جده يالله نبدأ يالله نبدأ سريعا في هذه المحاضرة بلانت متابوليز بص ده بيقول لك ده عملية الفوتو سينسز وده بيقول لك انه بياخد ده كامل داكسادي طالق اوكسجين ريليز طبعا ده الكلام ده انت اكيد عارف يعني ده المعادلة مش مهمة اوي بس بيقول لك سكس موليكيول كاربون مع مية ويديك غلوكوز وسكس موليكيول اوف طبعا الناتشوال برودكت ويهي دولاد احنا اتكلمنا عنه المحاضرة الفتاة ممكن نترجع لها المهم دول تعالي اتكلموا الحقي شوائي بيقول لك الناتشوال برودكت ان تقسم الى ثلاث اقصى اول قسم اللي هو غزيف فود ماتيريال باي برودكت اكت فنزيد او اول حاجة برايمي موتابولايتس يعني يعني ايه برايمي موتابولايتس بيلعاب دي الحاجات الاساسية لغزاء النبات انت اكيد عارف طبعا النبات ما بيكلش يعني نبات بيكل زينا لحمة وفراكل وشعر فيه لا النبات بيعمل عملية الفوتو سينسز اللي هي البناء الضوء يعني بيعمل عملية الفوتو سينسز فبالتالي بتطلع له غزاء بيفضى يكله بس هو دي هي دي فكرة غزاء النبات او فبتل عملية الفوتو سينسز بتدين ايه بتدينها كورغ ماشي او استرش بس ان نجي ده واويل وبروتين يبديل برايمي موتابولايتس يبديل الحاجات الاساسية اللي بيتغزاء عليها النبات بيتغزاء على كورب بروتين اويل وده اللي هنحكي في محاضرة كلها محاضرة دي هتكلم في الكورب وانواع الكورب والبروتين والاويل تاني حاجة وهي الباي برودكت الباي برودكت ده منتج ده عمل زيعة في انتا اليورين بتاع الانسان هي نفس الفكرة الباي برودكت اول حاجة بيطلع بجولة كالسي مجزلية الاوكزاليك اسد لوحده كده هو توكسك فهو توكسك بالنسبة لنبات فبالتالي اللي نبات بيش هيقدر يسيبه في الحالة التوكسك دي في حط معا الكالسيوم ايوة حط معا الكالسيوم عشان يحاوله من الاوكزاليك اسل للكالسيوم اوكزاليت وده اللي انت هتدرسه فيه العملي الكالسيوم اوكزاليت وانواع الكالسيوم اوكزاليت وازاي من خلال الكالسيوم اوكزاليت ده ده افقدر اعمل ايديثيشان ده بيدرزه خلال عامري اما في النظر مش هتدرس البي برودوكت هتدرزه في العمل ازبا ازلي انتعافي انتفكه في البي برودوكت ان انا بتحوال المنتج او البي برودوكت تووكيك لان توكيك ده بيفيدني في ايه البي برودوكت بيفيدني نعمل استخدر ايديثيشان الملت تمام تمام تالت حاجة وهي سكان ده او الاكتف فانستت 이들은 د لازم تكيف ان الاكتف فانسته وت analog هيا مش مهمة بالنسبة خلي السكن الميتابولاي اكتف كونسيتو عند عشانى نستفيد بها فبالتالي سنضع بالت towel عن السكن الميتابولاي فبالتالي للن irrespons له هو كون يستقيم بفضل عب وكلم طبعا هننسني كل هذا الشعب هنعكى في المحاضرة احتى هنحكى ب нашcture هنده ال trên priorities تسبيه الكارب. بص الكارب طبعا اهم زيف بالنسبة لانه ما ده اساسا الاستارش. يعني اقول لك الاستارش واهم زيف مين اهم زيفة فول ماتيريال تقول الاستارش. تمام? نبدأ على طول. الكارب يقول لك الاستارش اهم زيفة فول ماتيريال. يعني ازاي ما قلت لك الكارب مونوساكريد دايساكريد. تمام? بولي ساكريد. بولي ساكريد. تمام? اللي فيه السكر المونوساكريد اللي هو ده الجلوكوز. ماشي? الكولوكوز هو المونوساكريد. ده الجلوكوز. دايساكريد. دايساكريد. او الفاكتوز. دايساكريد. دايساكريد يعني ما قلت لك الجلوكوز. ما حاجتان زاد فاكتوز. يبدأ بالنسبة لدايساكريد. اللي اتنين دولة شجر. فعلا الشجر. اه المونوساكريد اعلى في الشجر لكن هما الاتنين شجر. هما اتنين طعموا حاجة. تمام? تمام. هما الاتنين طعموا حاجة. اما لو جيت للبولي ساكريد. البولي ساكريد نفسه مفيهوش سك. يعني فهم? فلما اقول لك كلمة الكارب نشويات سكريد ده غلط. البولي ساكريد مفيهوش سك. مفيهوش سك. بالعكس ممكن يبقى طعمه مش حلو عادي. فهيبقى الكارب متأسم. مونوساكريد دايساكريد بولي ساكريد. اللي ساكريد بقى من النوع من النوع البولي ساكريد. عشان كده لو انت في السكشن هم حاططت الساكش فضائق بش هتلاقي طعم حلو. بقى انه فيه دقائق بنشويات وش عايف ايه. لكن لا هو نوع معين من الكارب اسمه بولي ساكريد فبالتالي طعمه مش حلو. تمام? دي نقطة لازم تفهمها. اللي ساكريد بتاع اللي ساكريد بتاع اللي ساكريد. الالفا دي جلوكوز. لما تدرس شوية في الكاميرا الفراغية مش هتاخدها السنة دي ولا السنة الجاية على الحسب انت جانوة ولا كلينكا. هتاخد الدي والالل. ماشي? مش مهم انت تفهمها دلوقتي. انت تعرف بس اللي ساكريد هو الفا دي جلوكوز. تمام? تمام. اه. ده الالفا دي جلوكوز وده البيتا دي جلوكوز. الفراغية بتكون تحت. طب انا هدلي الفهمة بس مش اكتر. ده ابقى هناخد بتاع اللي ساكريد. هاي فرافين اهد. اللي ساكريد. اللي ساكريد. اللي ساكريد. اللي ساكريد بتاع اللي ساكريد. بص عالصورتين دول. ماشي? ده دي ساكريد. تمام? وده ساكريد تاني. يا حول الله. ده اللينيار ده او الخط ده بنسميه الاميلوز. لا إله إلا الله. تعمل كويس. ده الاميلوز. تمام؟ ده تسميه الاميلو بكتين. ميلو بكتين. يبقى الاميلوز ينقسم ليه نوعين. أو تعكبتين. chaga اسمها الاميلوز. تأكبس ينقسم ليه؟ اوميلوز و الاميلاوبكت بتعلم القارل ما بين الاتنين تمام؟ تعلم القارل ما بين اول حاجة انتقال ما بينها وهي المولوكي الا قيل فظنك hinge هذا من م colocarهم ال PM بالبداية ستجد ان هذا الاعلى في القيل اذا الاعلى اذا الا الاقال مش احاز architecture احظم على الاقام القانون يعلم 10 000 خمسين الف ده من خمسين الف قام ده مش مهم اهو يعني لمية الف تمام ده الملوك كلاويت تاني حاجة النسبته في الستارش مين نسبته في الستارش اكتر الاميلوز ولا الامينو بيكتن بص على الستارش مين اكبر ده يبقى كده ده نسبته اعلى فده فعلا ده ده حالة عبن عشر خمساشر في المية اما ده من خمسة وسبعين لتسعين في المية او خمسة وتمانين اسف لتسعين في المية فده نسبته كبيرة جدا عنده تمام اللي بعده اللينكيج او رابطة مهمة جدا انتعه في الموضوع ده بص هنا رابطة ايه واحد واربعة تمام ايه بقى رابطة هنا اقول له اللينكيج هنا اول حاجة هي لينيار صح هي مش خطية هي خطية فعلا خطها هي لينيار واحد واربعة تمام لينكيج يونت لو بتعال امبص على النحا دي النحا دي بيقول ايه دي واحد واربعة فعلا ومعها واحد وستة يبقى انت استنتجت حاجة ان لو كانت لينيار فها بتكون واحد واربعة اه واحد واربعة فعلا او ما لما تكون بانش بتبقى واحد وستة فبالتالة تكتب له ايه هنا تقول له هي في حاجة ايه لو انت اصدك على اللينيار فهي واحد واربعة او ما اصدك على البرانشد فهي واحد وستة وليكوزيونت وده انت هتدسها قدام اساسهم في السيل بيولوجي هتاخد الكارب ده وهتدس الكاربون وواحد ننت اتا بس انا مش عايز او راه دي ما اخد دلوقتي ان كده كده هتدسه قدام بس الازم تفهمه في اللينكيج مهمة جدا نقول لك في اللينكيج از واحد واربعة واحد واربعة اما هنا ا علشان هو لينيار اما لو فيه برانشد يبقى اللينيار واحد واربعة والبرانشد واحد وستة اذا كان انت ده عرفت من الاستاركشر ما حفزتش حاجة انت شفت الاستاركشر تخيلته وعرفت كل فيه تمام في حاجة لازم بتحفظها مهم جدا نيه مع الايودين مع الايودين ده هيدي بلو ولازم تعفل المعلومة دي الاستارش مع الايودين بيدي بلو اي كان ماشي الاستارش مع الايوديين دي بلو هنا هيدي اه 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 الموضوع ده مش مش هنا مش مهم اه اه ابص الستورش هنا هيدي اول اكتبها مش هتفعل بس اما حاجة تعرف ان الستورش مع الايوديين بيدي بلو تمام تمام ايه وجه المقاننة بعد كده اه الهايدوليسيس الهايدوليسيس التكسير انا مش قلت انا قلت لك ان الستورش ده بوليساكرايد والبوليساكرايد ده بيكون اه مجموعة سكر متعكمين في بعض تعال ناخد بوليساكرايد في مسال في حياتك العام البسكوت لما تجيب الاولكا مثلا الاولكا تحطه في بقك هتلاقي اللي عبط على بقك بيزيد وبيقدر تحس البسكوت بيقدر يدوب في بقك ماشي ان ده الوضع نفس الفكرة الستورش هتحط عليه خليه دوب ايه اللي في بقك هنا اللعاب فيه انزيم ايه انزيم الامايليز هو اللي بيخلي البسكوت يدوب في البقك نفس الانزيم هنا لانه هو نفس البوليساكرايد او مشابه لي يعني فبالتالي الهايدوليسيس اللي هو منستخدم هنا الامايليز زي انه وجود في بقك ده مفتكعة بحية البسكوت ده يحصل له كومبيليت هايدوليسيس ده كله ده هيتكسر يا باش تمام تمام مش هترفع بقى اللينيار دايما هو بيتكسر هنا هيحصل ستين في المية بس ليه لانه هو اللينيار وبرانشد فالليني هيتكسر ويسيب البرانشد ستين في المية هايدوليسيس تمام تمام بيبتاني بص عليه اه ابص هنا وهينا ده ماشي بداية موليكولاويت اعلى باين موليكولاويت اعلى اللينكيش ده واحد واربعة ده واحد واربعة الانيار والواحد وستة وهيه برانشد الاودين دايما ده بلو الهايدوليسيس اكيد اللينيار هيحصل له الامايليز هيفتتوا كله بينما ده لان الستين في المية بس لان البرانشد بشيقضى على الامايليز ادي المقارنة المهمة جدا ده هي ادي المقارنة سهلة فاش حاجة ها فاهم سيبك من حافزة ده كله اللي اخصى عليك في ليه لو عايزة اخد اسكين يا ماشي تمام بس انا خط مش حلوي انا انا ااسف والله بس ده بش ايدي انا من زمان من الناس اللي يوجع تحسين الخط يوجع تحسين الخط فبالتالي هادي المقارنة بين الامايليوز والامايليوبيكتين تمام بعد ما احنا اخدنا بتاع الستورش تعالنا ننقل النقطة تانية اللي هو انواع الاستورش تلاتة اول نوعه هو الاسيملاتري 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 تقرنتس لوكيشن تلاتة نوعه هو الاسيملاتري تالت نوع اللي هو البرامننت. تعال نمسك اول نوع وهو الاستيميلاتري. اللي لو انت بحثت على الاستيميلاتري بالعاري هتلاقي اسمه النسيج الاستعابي. انا مش عايز مش عايزك تحفظ العاري بس انا عايز افاهمك. يعني استعابي? انت عندك الكولو بلوست بالشكل ده. ماشي? الكولو بلوست ده اللي بيحصل على الفوتو سينسز. اللي هي العضويات الخضرة اللي بي فيها كولوفل. فبالتالي الفوتو اللي عملت بنات ضوئي يمتص يطلق استارش. ففي شوية كولو بلوست دي بيكون فيها مكان محتفظ بيه للستارش. ماشي بيجبقى جواها جرانيولز. جرانيولز يعني حبيبات. بيجبقى جواها حبيبات من الاستارش. عشان الحبيبات دي تطلق لازم تمر في دكت. او تمر في يعني في مصورة كده او تمر في حاجة عشان تروح للأضر باتز. بس ما ينفعش الجرانيولز تطلع بالشكل بتاعها ده لازم تتحول لحاجة سوليبول لان الاستارش كده بشايد بسوليبول. فبالتالي تتحول لحاجة اسمها كاربسوليبول. تتحول لحاجة اسمها كاربسوليبول تقدر توح لأضر بارتز. لأضر بارتز. ايبقى تاني. مسلا الجزء عايز استارش او الروت عايز استارش. ازاي هو الستارش بيتكون فيه الليف بعد يروح للروت بسرعة الحركة دي. حاجة اسمها السيملاتري. السيملاتري استارش. ايه الا السيملاتري استارش ده? ده السارش كل وصيفته هو السارش بيكون بيتكون فيه الكولوربلاست. بعد كده بيباش وقت جرانيولز موجودة جوار الكولوربلاست. الفقلورفل. بيطلع من الكولورفل بيبقى كارب حاجة سمها كاربسوليبول. عشان نروح للأضر بارتز. الاخرى. تمام? اهو ده التعارف بتاعه. بيقول لك ايه كانوز اين كلوربلاست. اذا ايزال سابك منها بيتحول الى كاربسوليبول عشان يروح للأضر بارتز. بس. ده انتة لخصت التعارف chaqueобщك الذي كله في اسمة. انه في replen имеетilundert المتوارك ده كونفيرت او تتحول الى الى كونفيرت تو الي كونفيرت تو الى كاربسوليبول او كاف أده كو العشان تروح للأضر بارتز. بس? كله بساطه. تمام؟ بدات السيملاتري استارش او الاستيعابي اللي هوا يعني بيستوعب الاستوارش وانعوله في الحاجات التالية.التاني حاجة اللي هي ترانس لوكيشن. كلمة ترانس لوكيشن معناها النقل او التحرك. النقل او التحرك ما الان ما اتكبر هتعفو في الارجانيك الى الترانس لوكيشن في الالكترونز و الكوز اللي على بكilleurs. المهم بالترانس لوكيشن. الترانس لوكيشن في ايه اكتر ان انت ممكن تتخيله في النبات الممكن بيتحرك وبينقل حاجات انا سامعك وانت بتقول الزايلة كلام مصبوط الفوليوم اللي هو الخشب واللحاق انا سامعك بتقولهم بالعربي مش مهم بسمهم بتعرفهم حاجة اسمها البث او النخاع الكورك هم دول غالبا اللي بيحصل فيهم من نابل الاربع دول فبالتالي ترانس لوكيشن في ايبقى بيبقى اسمول جانيولز عشان تراف تتنقل اسمول جانيولز بتبقى حبيبات صغياء بتمشي في الاربع دولة عشان تروح فيهن للجروونج بوتز هو ده الترانس لوكيشن ستارش يبقى هو ستارش عبارة عن اسمول جانيولز ديبوزيت موجودة في الزيلم و الفوليم و البيث و الكورك ك scoot série أمريكا و où i Antonia محبوظة كانت هذه عن الماكبات صغيرة لك scootue أي علاقت الأربع بالفوليم وجان كورك وص مع الشرح هذا دول من أكتر الحاجات اللي بيحصل لها تطوية يعني بتجبر. الظالم يكون ساكن داي ظالم والفوللم ساكن داي ظالم والبث بيقبر ساكن لي بث قريبا. الكورك بيكون كورتيكس. فديم أكتر حاجات اللي بتجبر عشان كده اللي بتروح في جورنج بوردس. فهمت؟ اربع حاجات عشان تروح لي تمام? تمام. اخر حاجة وهو ده معروفة اللي بتبقى شوية زي ما تشاف تستخدم في دي بتكون بتروح في دي بتكون في دي بتكون في دي زي ما نتعرف بتكون زي ما نسمعها يبقى انت عارفت كل ايه اللي بروحه? البرمننت بتروح للسطورج او اي الاسمولات بريح يبقى انا ممكن يجيب لك سؤال في اي مكان ممكن يجيب لك ممكن يقول لك اكمل ممكن يجيب لك ماتشنج. انا عفل اسئلة زي ما نعايز انا مش عايزك تحفظ اسئلة. لكن انت فاهم. تمام? وحافظ انت عايف ماشي ازاي. تمام? تمام. دي كده ال kind of stosh. اتمنى كل انت فهمتها عشان دول مهمين بسرحة. تمام? احنا كده خدصنا من stosh امعا. تمام كل اده انت هتوضع في السيكشن. تمام? تمام. ليه بقى ليوزيس اوف stosh? الله معين. اول حاجة نيوترنت. طبيعي. نيوترنت جاء من كلمة نيوترشن. كلمة نيوترشن يعني تغذية. يعني هنا مغزي. ليه كلمة نيوترنت? يعني مغزي. جاء من كلمة نيوترشن. تمام? فهو فعلم هو اساسا بيبقى غزل النبات فهو نيوترنت عاماتا او مغزي. تمام? فلما اقول لك ال stosh اه تبقى يستخدم اساسا فيه كارب بيكون reserve food material. food. يبقى اكيد نيوترنت. بديه. يبقى اول اقول لك stosh اول كلمة ديك في دماغة انه هو نيوترنت. مغزي. لانه هو reserve food material. ساستب لماغك. اول ما تتسيل مش عايزك تهنك. عشان الشافوي. مش عايزك قدام يعني. مش عايزك تهنك. لانت فاهم ال stosh reserve food material اساسا انه هو بوليس اكرايد. بيتكون من alpha d جولوكوز. الاستاكشن بتاعه كذا وكذا. دماغك من ساستب. يبقى اول حاجة ان هو نيوترنت. تاني حاجة. وهي diolence او distingment. بص هو ده اتاخده في الاستيوتيكس. بس انا عشان ايه? عايزك تفهم. بص خلي بالك معي. دي حبة الدقوة. ماشي? هل حبة الدقوة اللي قد كده هيبقى كلها اكتف كنسيتو او كلها مادة فعالة? مستحي ادى الشيكة جادة تفلس وما يمكن يموت. ما ينفعش كلها مادة فعالة بيه. لبالعكس بس بيكون عشرة في المية خامسة في المية واحد في المية. طيب والباقي يعني مسلا وفرادنا ان دولة ده كده ده الاكتف انجريديينت. تمام? طيب والباقي ده كله ده ايه ده? كل ده بيكون غالبا بيكون استوارش. بيكمل الاكتف انجريديينت بتاعه. طبعا ده موضوع طويل هوش بس بيكون استوارش بيكون حاجات كثيرة مع بعض. بس خليك عارف ان ده بيكون استوارش. يبقى كلمة دايلونت معناها ايه? معناها مخفف. دايلونت. بقولك دايلونت سليوشن يعني محلين مخففة. يعني مخفف يعني بيخفف المادة الفعالة بدل ما هي تأكيزها مية في المية. لا انا خلي تأكيزها خمسة في المية وخمسة في المية استوارش. فيمتي كلمة دايلونت يعني ايه? يبقى انت في تكاه دايما بحب طول اغصب بيكون خمسة في المية منه واكتف انجريديينت والبقائم بيبستورش. تمام تمام. يبدأ بيستقوم كديلونت. تاني حاجة بيستقوم كدستينجرانت. يعني دستينجرانت. كلها تاخدوا في قدام بس انا عشان هذا كتفى. دي كده. دي كده الحبية. الحبة. لما بتدخل جسم الانسان بتتكسر على رحالتين. المرحالة الاولى بتسمع بيتحول الجاني والزجين. تمام تمام. من احد الحاجات اللي احنا بنممكن نقصر بها الحبية غير طبعا جسم الانسان اللي هو الستوش. حيان بنسلطه كده على الحبية عشان نقصرها. الزاول ميكانيز ما مالكش دعوة. بس انا عايز افاهمك. البال ده فهمت يعني يعني بيكون بنقصر بالحبية. تمام? او اللي احنا بنخفف بيه. تمام? تمام. انا مش لسه اقل لك ان هو اساسا بيمسك في الاريودين وبيحول البلو. يبا لو واحد عنده تسمم. بسبب الايودين. ادلو استوش. استوش هيمسك في الاريودين رصبه فبالتالي محصلوش تسمم ولا حال. بعد جده كل ده اللي هو جلوكوس. انت اكد عارف ان ان الاستارش ده هو بوليسكايد. ما الا 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 بوليسكايد. فبالتالي بوليسكايد هيكون في جلوكوز مالتوز دا دكستروز ايا كه. فهو بيستعم كستارتينج ماتيريال او بيديسر لأي حاجة في اسوق. لانه بوليسكايد. احنا كده خدنا في الاستارش. خدنا الكاين خدنا الاستارش. وكمان خدنا اليوزيس. عشان يتبقى. الاستارش او دستينجرانت. ده وده اللي تنظر بعض يعني. او دستينجرانت. او بيكون. لانه بيمسك فيه وبيقصبه فطبيعي بيكون اخر حاجة يكون. فلانه اي حاجة فيها جلوكوز مالتوز ديكستروز طبعا انه بوليسكايد. يعني كده خلصنا الاستارش. ندخل في النقطة اللي بعد كده. وقال ندخل في النقطة اللي بعد كده وهي طبعا انت عرف ان ده هو هو الاستارش بس ايه? في الانيمي. بيقول لك في الانيمي الكنجران. يعني هو اكوال استارش بوليسكايد. كل حاجة ايه? موجود في الانيمي الكنجران. تمام? تمام. عشان كده لو انت لاحظت الجرايكون ده طبعا انت عارف لو هو بيخزن في الكارب ده على العضلات. بس انت اقول لك ايه قبل الجيم كل كارب. لاني عشان الكارب بيدي باور. الكارب بيدي باور. ماشي? عشان هو اساسا بيتفكك الى اه 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 كزا مونوسكاريدة او دايسكاريدة فالده يديك باور في الجيم يعني. بيقول لك ان ايه الجرايكون زي ما انت عارف ان هو واحد واربعة لو كان طبعا هم بولي مارد دي معناه اللي هو مفروش يعني ايه? مفروش حاجات منبارة. ماشي? احنا بنسميه هوموبولي مار. يعني مفروش حاجات منبارة. تمام? تمام. يقولك ان هو واحد واربعة سالة عشان ايه بتاعدي بيعلق? سبحان الله. المهم بيكون هوموبولي مار. كنت شغالة ايه ما في ايه? هوموبولي مارجلوكوز واحد الفة واحد واربعة. تمام? تمام. بتقول صوبير. بس هوا الفرق اللي بينه وبين الاستاشا هوا بيبايق هاي لبرانشت. يبقى لما اقول لك لما اقول لك ايه الفرق ما بين? هنا الجلايكون وهنا الاستاشا. اللي حوالي من كل تمانية او عشرة بيحصل برانشت. يعني دي بنسميها كل عشرة او تمانية يونتس. كل عشرة او تمانية عشرة بيحصل برانشت. تمام? بس اللي تفرق بين الاستورش او تالك ده بيدي ايه مع الايودين? انده بيدي بلو. صح? لا لا ده بيدي بقى براون ريت براون كالر. ريت براون افتكاها دائما باللون اللحمة. اللحمة دائما بتكون ريت براون. فو دائما افتكاها باللحمة. اللحمة بتكون جلايكون مع لا انده براون. خلا لك اللي اصابت لكم الاوادين هيطما فيير ايه ما يكون في الامتاحان كتير. خلا لانا بات لك الاوادين بيديدى ي insulted ما ايه مع كل واحد تمام تمام كده احنا خلصنا الجلايكو اللي هيmaster في الحاجة اللي بعد كده وهي الانولن. الانولني. الانونال ده هو الانولين هي زي الاستاش بس بيبافين هي اسمها سبترينيان اورجنس يعني ارض سبترينيان يعني تحت الارض يعني الاعضاء او الارجنس اللي بتكون تحت الارض تمام اهو هي ده اهم حاجة تعفزها اللي هو سبترينيان اورجنس بيكون متكون من ايه بيحصل لها دولوس وبيديني ديفا اكتوس بيحصل لها دولوس وبيديني ديفا اكتوس بالاميلاز باش بالاميلاز انزائن باش بالاميلاز انزائن تمام يبا لما اقول لك لما اديك مقارنة كده واد الستورش ماشي واد الانولو اول مقطع ده بيكون في اجزاء النبات او في موظم اجزاء النبات او في الهادولوس ده بيحصل لها دولوس بالاميلاز ده بيحصل لها دوروس بالاسد وبيديني ديفا اكتوس بيحصل لها دوسه cartridge بالاسل ويدي لديها fire chase اخر حاجة البريد يعني ده تيدي مع البريد الشجاب بشيء comprend ما هو الitudine تحديد استخدامات الستارش لا يحتاج الى استخدامات الستارش هذا يستعمل فيه الكلتشينج ميديا للبكتيريا في المايكرو نعمل مزعة البكتيريا ما هي المزعة البكتيريا؟ نحن نعرف أن هذه البكتيريا أنهي أنتبيوتك يدمرها نعمل مزعة البكتيريا نجد بكتيريا ونزرحها ونضع عليها انتبيوتك معين ونرى هل يضع عليها او لا؟ باختصارية هذه البكتيريا تتغذيها تتغذيها في الانولين الانولين هو الكلتشينج ميديا فور بكتيريا طبعا مش بالانولين بزيته بس حاجات شبه الانولين الكلتشينج ميديا فور بكتيريا طبعا بيقول لك هو الهدف الأساسي أننا نحدد نعمل بكتيريا انتبيوتك مثلا بيدمر الكولاي يبقى هو ده يدمر عملنا بكتيريا ونجبنا انتبيوتك دمر الكولاي يبقى خلاص يبقى يبقى كلتشينج ميديا فور البكتيريا البكتيريا تمام؟ احنا كده عرفنا الانولين احنا اخذنا ثلاث حاجات لغاية كلهم من الكارب اول واحد الستارش ثاني واحد الجلايكون ثلاث واحد الانولين رابعة واحد معنا قالها وهو السليلوس السليلوس وانت عايف ان السليلوس بيدخل فيه السلول معرفة السليلوس هو ايه؟ بيتا دي غلوكو بيتا دي غلوكو بيونيوس يتقصى ويدي بتا دي غلوكوز يبقى هو السليلوس بيكون ايه؟ بتا دي غلوكو بيونيوس المهم هو يتقصى بيدي بتا دي غلوكوز لكن الثانية اساسه الفا دي غلوكوز لكن ده بيتا دي غلوكوز دازم تخلي بالك من فعل ووقده بتقصى بيه الكونكاسد زي الهي سي ايه؟ بيستخدم فيه تمام؟ تمام بقى هنا لما ثالث واحد معنا وهو ايه السليلوس تمام؟ السليلوس بيكون فين؟ موجود في السلول بيتقصى بايه؟ بالكونكاسد بيديني البيتا دي غلوكوز بيديني البيتا دي غلوكوز بيديني البيتا دي غلوكوز عادي مقاونة جامعة بعض عشان لما تيجي تزاكر يكون دماغك متأتب السليلوس موليش ايو دين في الايو دين اخر حاجة السليلوس موظيفته سيرجيكال درسنج سيرجيكال درسنج سيرجيكال درسنج يبقى لما اقول لك السليلوس بجث السلول بتكصى بايه بيتا دي غلوكوز في الايو دين بس اهم حاجة بيستخدم فيه سيرجيكال درسنج سيرجيكال درسنج سيرجيكال درسنج السائل النباتي السائل النباتي السائل النباتي الميثوليش ده مهم ليه؟ لانه قدام هتلاقي ان الميثوليش ده اساسا بيحصل بيبقى ادنتفيكاشن او بنعرف به بعض النباتات المهم الميثوليش سبك من الهاجة ده كل بيقول لك الهندوس بها كل الهاجة ده هارجي نعم تضعف ان الميثوليش تلت حاجات نيوترال واسيليك ودول اشهر واسويديد يعني طعم الحل تمام؟ تمام ديونيك اصيد ماشي يوزيس اوف ميثوليش نحن نقول لنا الميثوليش زي ما قلتلك هو معناه السائل النباتي هو سائل فاللوبيكنت بص اللوبيكنت دي انا مش حافظك تحفظ عمازة فهمها لك بس ده مش عليك يعني كلمة اللوبيكنت ممكن معنى اندستريا في المصنع ومعنى في الادوية ماشي الوبيكنت يعني مسهل مش مسهل اللي هو ملين وكلام ده لأ يعني بمعنى ايه؟ ان المكان هو بيكون المادة الفعالة بتكون لازجة شوية فبالتالي عشان نسرجع المكان يسرع والمادة الفعالة والقالب اللي انا حطت فيه المادة الفعالة بتاعه ما يلزقش في المكانة بحط حاجة اسمها زي الزيت بيشحم المكان ده بجا بيشحم السير اللي بيمشي فيه القالب الاكتف تويسيت وانت بتاعه فبالتالي نحط اللوبيكنت عشان ما يلزقش ان الموضوع بيكون صم يعني ملازق شوية عشان لما نقلب ونصب الصبصيدوري يبقى الموضوع اسهل لما نحط اللوبيكنت معنى اللوبيكنت ده هو بيزيت بيخلى المادة الفعالة تمشي يخلى الدنيا تمشي اسهل تمام ده معنى كلمة اللوبيكنت ثاني حاجة اللوبيكنت هتلاقيه في الادوية هتلاقيه في قطاط العين يقولك زي الهاي فرش وخلافه يعني يقولك المادة دي اللوبيكنت هتلاقيه تحت اللوبيكنت على الموطب للعين لان معنى تكون حمى كده ومش بضعية عشان انت هاجل هاجل ما بيعاياتش غير لما بيعانك وزز زي بوكا كده المهم بيديك زي موطب للعين عشان يخلي العين تدمع اكتر وميخلي يبه فيها سائل فبالتالي الاحمر يخيف دي معنى كلمة اللوبيكنت يعني اذا كان هنا وازا كان هنا زي انا قلتلك المسج هو سائل نباتي فهو بنستعمل موطب تمام وطبعا ديموليسنت يعني موطب عشان هو سائل وبي يخلي الدنيا تمشي او بيخلي فيه تغطيب فبنسميه ديموليسنت كلمة ديموليسنت يعني موطب يبا ديموليسنت يعني موطب ثالث حاجة هو كاثايتك هولك معلومة ايه؟ يعني مش عليك بس مهم مهم انت تعرفك خلي بالك واز انت فارق ما بين ثلاث حاجات تمام؟ سعونا يا حدي بس عشان ايه فيه حوالك كده ايه بس كده اشتغل سبحان الله ايه ده مشتغلش بوض ايه بس عشان ايه ايه بس عشان ايه يا حوال الله لماذا؟ ايه بغفو يشتغل ايه كده اصدق اه ما علينا بالله بعمله ده المهم فيه دلاث معانا لازم تعرفك حاجة اسمها ايه اسمها بيرجات حاجة اسمها كاثايتك لما انت تكون مطنك واجعك ومغص وعايز تعمل اي حاجة الدنيا تسهل معك وتعمل حمام ودنيا تسهل معك نسمها لاجستب بيستغنم حاجة اسمها الاكيوت كونستيباشن اتعمل الكلام لا بشتغلش ومطلب بيه بس عشان لحول الله يا رب كونستيباشن يعني كون اكيوت كونستيباشن يعني كونستيباشن بيقعد من ثلاث لاح بعطيان بس ده ما نسميه لاجستيف او ملين بيرجاتيف او مساهل بس الناس بتحب المساهل او منها مشتفة بيرجاتيف يوم نستعلم في حاجة اسمها كونيك كونستيباشن كونستيباشن يعني مزمن يعني مغص مزمن تمام تمام ده ممكن تطالع عندك اصريضان لكن بيرجاتيف ده ده لازم تكتر بداحت ببسكريبشن ويكون مجاعة معينة عشان موضوع ما يفلتش فبيبكونك كونستيباشن تمام تمام يا حول الله ده بيكون اسمه ملين ملين جدا جدا يبقى ده اسمه ملين جدا جدا لكن ده ملين بس كثريتك بقى ده عليهم يعني كثريتك ده حقا يستان في المستشفى كثريتك لان احنا كثريتك لما الدكتور يجي يعمل العملية فانفعش يعني يعمل الحمام وهو جوة العملية الموضوع يبقى صعب ومكلف يعني ايه هيوسخ الدنيا والدنيا يتبوص ليه خلاص احنا نديله حقا هنا ايه اسف تبقى كثريتك ايه كثريتك ده يعني حقفيا في ساعة يفضوا كل اللي في بطنه فاش في بطنه اي حاجة ليه عشان اما يخش العمليات وعد بالتالة ضيب حصائية الدنيا تكون سهلة معاه بتقص gras ربست 23 etedني cry هكذا هو كثريتك ده منطلع مamientosrot منطلع منه ادوية فيها كثريتك ثانية حاجة فيكل. فيكل ده انت اجدت خطة في الوريونتيشن لما نجي نعمل compound prescription بحاسمها فيكل. ده الحاجات اللي احنا بنبني عليه. مش مهم تعفل اوه فيكل فيه. بعد كده الكميكال تيست. احنا قلنا الميس يوليج. خليني هنا. بحيث انت لو عارس تاخد حاجة سكين. الميس يوليج. احنا قلنا الميس يوليج فيه ثلاثة انواع صح? فيه neutral و acidic و sweeted نعم? ال neutral هنستخدمه ايه? اوه خليني في الاسيدك. كلمة اسيدك يبقى نحط له basic. روق ايه ال basic في التلاثة دولة؟ اكيد الكولانسودة من اسمه صودة. هيبقى الكولانسودة. اكيد هيستخدم ليه؟ الميس يوليج لو في الحالة الاسيدك. يبقى نستخدمه الكولانسودة علشان يدينا لون اعتبه زي نبات عباد الشمس. الاسيدك كميع من ايه؟ يحمي وارقة عباد الشمس الزاقاء هنا برضه يحمي ويديه رد. ال neutral نستخدم ليه مثل mehylene blue queylium blue سيديه لون بلون عارف حمد اهلال وكده فس والله هو كده ان يتغل حطول المسلمين بلو بيدي لون بلو اما الريضان امريد ده بيبنوع معين بس نستخدمه ده بالشينة مش ده السويد ده بيبنوع معين اللي هو الريضان امريد بس يجب ان تعفوا الريضان امريد مريد في السنة بيدي ونريد برد ماشي يبنوع انت عرفت المسلمين بلو يدي بلو اسدك حط عليه بيزك اللي هو الكلان صودة ردي رد امريد ده كده رد رد تمام تمام احنا كده خلصنا من المسلمين يبنوع سيعة عشان افاكرك احنا اخدنا ايه احنا بدأنا بالستارش تمام ادي هنا ادي بدأنا بالستارش اتكلمنا عن كم برين ده و ده اللي هي المقارنة اتكلمنا كمان الاسميلي التورك اتكلمنا على الترامل باكده اتكلمنا عن الفقق ما بين السرش والانولين والسلولوس التلاتة والفقق ده مهم جدا اليوزز والايتفكت مع الايودين واستخدم كل واحدة فيهم ويه يلي بيكسروا بعد كده اتكلمنا على المسيوليج وكلامنا التست بتاعه بيكون اما كولان سودا لو في حالة الاسيدك بيكون ميسلين بلو لو في حالة وحالة حالة معينة موجودة في نبات السنة تمام تمام ندخل بعد كده على نوع اخر من الكارب لان احنا كنا كل ده في الكارب انت اواخد بالك يعني الا وهو اه الامثلة دي لو الدكتور لك حفاظها حفاظها تمام لو لكش حفاظها خلاص يعني هو بيقولك البيكتين وهو ده الموجود في بزر التفاح لو انت سمعت فيديو صابري يقولك ان بزر التفاح هو في من اخطر السمونة وجودة على كوكب الارض وهو بزر التفاح بزر التفاح في البيكتين البيكتين ده فيتوكسيك ماشي بس ما اتصرفش هنستخدمه احنا احنا صادلة فاحنا لازم نبتكر ونخطاع ونجيب التوكسيك نحطه في جسم الانسان ازاي لانه بيباليه يعني ليه فعالية كتيرة جدا تلاقي دواك كتيرة جدا هي توكسيك بس احنا منشاهد فيها شوية عشان نضيع التوكسيك بتاعتها فبزر التفاح اللي هو البيكتين بيقولك ده رايبنغوف ماشي كومبليكس بيقوله جونة دي مص جونة دي مهمة البكتين او اتحط فيه كلويدل سيليوشن بيخليه فيسكس طبع انت مش هفهم يعني كلويدل اصلا مش هفهم يعني فيسكس فيسكس يعني لازج او اللزوجة دي هشحالك ما تخافش بس اول حاجة استخدم اليوسس اليوسس بيعمل التفاح ده او بيكتين زي ما قلت لك بيعمل حاجة اسمها ليه التوكسيك او ابسوربينجزم مش قلت لك هو بيباسم ايو بس احنا خلينا بنعمل حاجة معاينة ان احنا نحطه في جسم الانسان يجمع السوم كلها معاه وبيتالي يطلع في صور الدقيق او يطلع في الجريق فمدخل احنا عملنا ايه نحمل او حوانا الحاجة التوكسيك استخدمناها احنا فهو ده احنا كصادنا عشان كده مهنة السيدالة دي تلاقي فيها حاجات كثيرة جدا توكسيك وعشان كده يعني خلي بالك لو هتتجاوى السيدالانية عشان في ايه لحظة ممكن تقلب عليك انت كتوكسيستي وتعمل فيك حاجات بشهده يعني انه انت سمع ده في المغامل افاعل المهم اللي هو السم ده حولناه ان هو لو واحد عنده سموم كثيرة في بطنه حطينا البكتين زي ايه هو كده لك انه البكتين ويجمع كل السموم اللي هو ده حولناه كل السموم يحصل لها بصول يجمعها فالاخر يطلحها برا عشان كده بيستعمل فيها علاجة نستيديا الديس اوضر اللي هي ده اللي هي الامعاد ده هي دينستري المفاق اللي هي اللي بيستعمل فيه الاسهال وفي الحاجات دي لانه هو بيجمع السموم ويطوضها باي حاجة اي حاجة بتماغس البطن او بتتبافيها سموم جوة البطن بيقدر يطوضها برجاه تمام 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 تعاني اجباء الكلمة العظيمة بتاع فيسكس كولويدال سليوشن بصلك ايه جيل او امالشن ستابليايزر لما تقبر شوية تاخد في قسم اسيوتيكس لانه هو سيدالي بتلم على بعض اصلا في حاجة اسمها الامالشن الامالشن ده اللي هو الكريم انت كسيدالي واحد يجال لك السيدالية قال لك يا دكتور الماء هم بتاعي فتحته لقيته بينزل زيت او بينزل زيت او كده باز ولا انا استخدمه عادي تعال افاهمك الامالشن ده او الكريم ده الكريم اللي انت شايفه ده بيكون خليط من مادتين من زيت وماء طبعا الزيت وماء بيختلطوش بس احنا عشان سيادله بنخترع فاحنا خلطناه مبعض وايدينا اللي احنا نخلط الماء بالزيت وده حواك بيقدر نتاخده في السيوتيكس فحطينا الماء بالزيت وخلطناه مبعض وطلعنا الامالشن طلعنا الكريم تمام تمام فهو لما يجي لك حد السيدالية ويقول لك يا دكتور اللي فتحت العلبة ومبعدت نزل زيت يبقى في ان هو باظ ان المالشن فصل او الكريم فصل الزيت لوحده وبقى المية لوحده فادي كلمة الكريم بينزل زيت او الكريم فصل يا دكتور فهمت يا دكتور الدنيا بتمشي ازاي يا دكتور تعملت هو ده اللي بيحصل في الكريم طب احنا كساطلة ازاي ندخل ازاي ندخل الزيت في الماء دي طريقة ملناش ندعبها دلوقت طب دخلنا الزيت في الماء ازاي نخلي ستيبل بعاجة اسمها هنخلي ستيبل بحاجة اسمها وحاجات كده مليكش دعو بيها بس اقولك عن موضوع احنا دخلناه كل ما الامالشن يكون فيسكس كل ما كان ستيبل كل ما الامالشن يكون فيسكس يكون لازج كل ما الاستابلت بتاعته زادت فعشان كده احنا في الكريم بنحاول نخليه لازج شوية مش زيتي لان الزيت بيفصل بسوعة بنحاول نخليه لازج شوية عشان ما يفصلش منك طبية لاخدار البكتين فاك الجملة اللي فهو بيقولك هي فيسكس كلويدال سليوشن الكولويدال سليوشن من احد الكولويدال سليوشن هو الامالشن احنواع يعني هو كلويدال سليوشن فهو بتحط بنقدر نحط لازم نحطه في الامالشن عشان نخلي فيسكس فبالتالي يكون ستيبل يبايا مش هكده عندي امالشن حط عليه بيكتين البيكتين هيعمل على ان هو زود الفيسكس اللي فيسكوزي دي اعلى وطبع فيسكوزي دي اعلى يباستابلتي اعلى فهمت اللعبة هي دي الفكرة لما اقولك هنا فيسكس كلويدال سليوشن ان احنا الامالشن ده والكريم ده بنحنط عليه مادة البكتين فبالتالي يخليه لازج اكتر وكل ما هو لازج كل ما هو ستيبل انت فهمت فهمت اللعبة ماشي ازاي فهمت احنا كصيدالي ازاي بنقدر نبدع في الدواء عشان نقدر نطلعوا للناس الموضوع يعني بش فكرة انت تاخد الدواء تصرفه الدواء ده عشان يتعاملوا عشان يطلع ان يحتاج سنين خبرة ومحتاج سنين شغل ومحتاج سنين من ان ندخل الماء في الزيت يعني والموضوع فعلا صعب وممتع هنعمله في السيوتيكس فهد فكرة البكتين انت كصيدالي ادركت ادخل الماء في الزيت وكمان تبخلي ستيبل فافتخر يعني بصلاح المهنة عظيمة ان انت تعالج حد وتدي له اكس يرتاح عليه ده شيء عظيم شيء فعلا لا يقدر بسامن ان انت الله بايك فيك يا دكتور الاكس ده ايحني او انت تنقذ ميد او شيء تتجلها غلط وانت تعدل عليها عشان فيه دواء هو ما ينفعش يتاخد معديها حاجة اسمه داك 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 اي اكشن الموضوع كبير يا سيداله مهنة عظيمة انا مقدش بكتش في دماغي اصلا بس سبحان الله ايه جد فازاي مجد جد دا انا حبيتها يا افهمت البكتين افهمت يعني فيسكاس كولويدا سليوشن يعني مالشن زود اسكوزتي زود ستيبل دينا تزبط معاك ينزال فل تالت حاجة او ثابت حاجة وهي شتن ما انا عايف يا دكتور انت تتبته والله ما انا تتبته عندي كوزبوك يعني ايه يعني نستحمل بعض نستحمل بعض عشان نعدي هو خلاص ما تخافش يعني او انت خلص بس انت لازم تفتخل انك سيدال تفتخل بالمهنة ومشي احنا بش هنزاد على بعض ماشي ما فيش حاس ما الدكتور اعلى مني او انا اعلى من الدكتور انا اعلى من انه في جزئية اللي هي الدكتور الدواء اللي انت اتكلمت هنا في الدواء فانا ماليش حد انا عايف في الدواء من الساعة ما اطلع وانا بات لغاية ما ادهولك وجدت اتكلام في تشخيص بتاعته هو في حتة المزايد على بعض دين بطالها عشان ماشي والمزايد عدتوه عليك طبيعي وعلى تميد وكده فكك من كل الساعة دي واكز في شغلك اكز في دراستك عشان تطلع سيدالي فاهم عشان بصراحة الناس اللي بتنجح وخلاص دي هي اللي بوازن مهنة في الاخ يقولك كلمة انا بوازن طبعا في حاجات كديدة بوازن مهنة يعني مش دي بس وم بتاعتها فاصل بس اهم حاجة في الشتن انت تعرفنا هو نايتوجينس يعني بص انا الشتن دي عايزك تعرف كلمة نايتوجينس والأيودي دي اهم كلمتين انت تعرفنا معي يبقى الشتن هو طيبا الجلم مجهد شوانت هو فعلا مجهد طيبا انا مش عارف الصناعة دين من الصبح نايتوجينس 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 يبقى الشتن هو ايه هو نايتوجينس تمام تمام حبيبي نايتوجينس بوليساكراي نايتوجينس بوليساكراي تمام؟ بيكون موجود فيه الفانجاي والشيرمس اللي هو بتاعت الهدوم اسمها شيرمس والفانجاي اللي هو الارجود تمام تمام اهم حاجة دي وليه تمام هو بيتكسر تمام بيتكسر لعم هكده مش هدي بالشغلانة دي يعني عايزين ننجز بيتكسر بيستونجاسد وبيدين حاجتين ده بوليساكايت هيتكسر ديني جولوكوز بس مش جولوكوز بقى جولوكا مين ليه عشان فيه ناريتوجين تمام فبيدي جولوكا جولوكا مين وي اساتيكاسد بيدي جولوكا مين وي اساتيكاسد خلي بالك احنا قلنا دي بدي لبقى ده بيدي جولوكوز ده دي فاكتوس ده بدي جولوكوز عائدي تمام 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 اثاني حاجة مع الارودين وهذه الاهم بالنسبة لي ارودين ويدي لون ارودين بوتاسيوم ويدي لون براوم مع الارودين بوتاسيوم اروديت بدي لون براون يبقى مين تاني كان بدي براون الجلائجو مين بدي بلو السطورش مين يبديش أصلا الانوليم هعمل لك منوخص للأردين ما تقلعش أنا عارفك الآن بكده بكده نحن نخلصنا الكارب بسلام والحمد لله الآن تنخل على البروتين ومعرف البروتين ناتروجينس أرجانيك رزيفة فود ماتريل تمام هو ناتروجينس أرجانيك رزيفة فود ماتريل البروتين يريح اسمها الالوريجينس 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 ماشي دي شكلها دي الالوريجين بص البروتين بيكون هنا كده في شكل الالوريجين الالوريجين تمام تمام مش عايز اكتف حاجة في السلايدة دي جلوبايت ماشي كستولايت يقولك هنا اللي بتبقى جلوبايت اما الانجولار تبقى كستا جلوبايت زي الارض تبقى جلوبايت اما تبقى انجولار تبقى كستولايت تمام يقولك كل البروتين لا تزوب تمام كميكال التبقى بتبقى مع مارينزر وبتبقى مع الارضين متلفiniz يبقى تحفظ مع الارضين متلف مانوي ويبقى لوك ما هو البروتينه دوكتور تقلل المانايجين الوينج فيم لو هي لو هي بيكون كريستولايت تيستس يا دكتور ايه تيست فتعلتها يا دكتور ريد مع بتدي لون مع البيكريك اسد بتدي لون يلو البيكريك اسد ايه معظم الاسد بيكونوا نصفا طبعا ده مش صح بس هو اللي هو بيكريك اسد لون نصفا بتديقله ثلاث حاجة الايودين وده اللي يهم من ايه الايودين يدي يبقى بيدي بيدي بيعون ما هو الجلايكون هو الكارد بيوجود في الانماء البيوتين زي البيوتين بيعون ماشي؟ تمام يبقى احنا عرفنا البيوتين بتكون من ايه؟ إنسوليب والإنواجانيك سولفينت يعني بتبقى لا تزوجه في البنزين والكلام ده حلو نيجي الاخر حاجة وهي الفكسد اويل والفاتس متخافش عمل لك ملخص الايودين حلو كده لانه مهم لا تقلق تماما هو زي في تفوض الماتيريال بيكون فيه موجود في البيلانتس أو الانيمالز هو الفكسد ده بيكون استرز وفاتياست ده لازم تعرف يبقى انا مقول لك يا دكتور يعني فكسد اويل تقولي استرز وفاتياست يا دكتور يعني بروتين ايه دكتور يعني كارب ده بوليساكريد بوليساكريد بيتقصد بيديني انواع السكر المختلفة فهمت كل معنى ايه؟ تماما تماما ناه وده استرز وفاتياست ومسك بالخير يمون المهم ده طبعا بيكون انسوريول ايه ده فاتياست دهون يا صاح الدهون بيدوف المية مستحيل انسوريول نوتر حتى الالكوحو بتدوبش فيه لكن ايه ساكلورفو اي حاجة بص اي حاجة او جنر سولفن تشغيل تماما انا لما شرحت لك بسمعتلكش ده كله قلتلك المهم تمام؟ يبقى طبيعي الفاتياست دهون بيدوف المية فيه دهون بيدوف المية بزمتك؟ يعني انا انا بيدوف المية لأ يبقى غير ما تحفظ الدهون ما بيدوفش في المية اولا في الكل ده لكم حبا يلا دف الايسر البنزين الكروفوم شغالة الدينية حلوة لكن تقول لي بيدوف المية ياجل حم عليك ياجل صلى عنك استغفر الله من المناسبة احنا خلاص كلها هنجيب الالف سبسكرايبك ممكن نطلع لايف جدا حلو نداجدش موجولك شوية تكس كده تعملوا في المتحانات الميت انا كان نفس حد يقولها لي بساتة الف لايف اشان الناس اللي انا بحب على البتاح ده لايف تمام؟ تمام حاجة اسمها التصبم خطة انت في العضوية هي نفس الفكرة فلسترونجا قالي الفاتي اسد الدهون دي تدينها اسم الجيفنجسوب تمام؟ تمام اه نيجي بقى بتدي مع سودان سوي ريد سباك من دكونات تحفظ اسمه باللون ومع الكلور في نوال تنجلشار بتدي جبيه تمام؟ تمام بس القلم بس يسعدنا يا اللهم معين يا اخي يا ابن اشتغل يا الله كله يقول لي يا دكتور القلم جيبته منين يا دكتور القلم جيبته منين وادي القلم مش شغل حول الله يا رب على ان الناس ادي الايودين يا امه مش شغل يا ام انت كنت شغل يا امه امه الايودين تمام؟ يبقى اول حاجة نبدأ فيها هي الاستارش الاستارش؟ نخليها بالشكل ده بعد كده كان بعد كده كان الانولين بعد الانولين كان الشتن بعد الشتن كان البوتين وبعد البوتين جه الفكسد اوي فكسد اوي فكسد اوي 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 فكسد اوي لون لازم انت تجمع التجميع كده مع نفسك وتخد سكين شوت شوف انا عم بجمعك بس اوي لا مجهد انا اعرفش انا بصحة اديلي من الصبح واكتب عليها فا اممكن يكون فاصل سواء سواء فالله المعين الاستارش بدي لون بلو لايكو جين بدي لون ريت براون يعني مش هتفر الانولين بدي نو كرار الشتن بدي بيتاسيام خلي بالك هوا بيتاسيام ايو تيد ماشي بيت دي لون اه طبعا هشوف تاني حتى بان سنة مش هوا بص الموضوع اه في حفز كتير انت لو بتنزق انا نسفة سيت اهو براون برضو البروتين بدي لون براون بص البروتين بدي لون يلوش براون يلوش براون ايه يلوش براون يبقى انت عندك تلاتة بيت دو براون اللي هو الجلائكو جين شتن بروتين اه بعد كده الانولين والاستواش اتنين بيت دو بلو ده الايو دين تمام تمام جدا حلو خالص البروتين بس دي تلاتة ستات البيكريك اسيت وده بيت داسفر يلو وي عندك الايو دين وده خلصناه وكمان في تلاتة واحد اللي هو المايلونز بيت داد وده المفروض اتشتغلوها تمام تمام اعتقد اللي انا كده خلصت كلهم وطبعا انت رايز انتعرف يعني كل يعني بروتين يعني استقف الفاتي اسيت استقف الفاتي اسيت خلي بالك الفاتي اسيت تتفصى بالتفصيل في السيل باولوجي هتدئس كل حاجة في الفاتي اسيت بقى والشغل كل الفاتي اسيت بتاعها تدئسها متخافش انا كده خلصت كده المحاضة دي خلصت الله مستعين وحتى ف الحمد لله وصلنا لنهاية المحاضة الحمد لله اخيا محاضة مهمة مليانة كلام بس الحمد لله ادريت تلخصلك الكلام ده زي ما تشتب كده في نقاط ممكن تاخدها سكينشوت انا ممكن بس اللي ضغط ممكن تكتب البريتين في كم كلمة تانية او الشتن يعني كم كلمة انت هتكتبهم بس زي كزي ما قلت لك عشان ما تتوهش اعمل لي لايك وسبسكرايب وتعامني تحت في الكمنتات لان ده فعلا بفق معي وانا احاول اجيب لك اسئلة تمام بس لو ايه الفيديو ده جمتين لايك لو الفيديو ان شاء الله جمتين لايك احاول ادولك على اسئلة فقها واصحابي الهناك يعني وحاول اجيبها اعمل ليك وسبسكرايب و بس كده السلام عليكم الحزاك لك وسبوك